اشتركوا في القناة وعلى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنكس إن ربكم لرغوف رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزيلا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأماره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حمية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتهوا من فضاله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض غواسي أن تريد بكم وأنهارا وسهلا وسهلا لعلكم تهتدون وعلى آباتهم وبالنجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعبدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أفوات ضير أحياء وما يشعرون أيها ليبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السوف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخفيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم قال بلائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما ما أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خيرا ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتنا الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم أهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فنظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على مدىهم فإن الله لا يهدي من يضيل وما لهم من عسرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إلا أردنا أن نقول له لكم فيكون والذين ناجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أن الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ونعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع ظلاله يتفيع ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابتهم والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرغبون وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضره فإليه تجهرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون وإذا مشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسوتا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما مشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علينا من دابا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستغخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرمون وتصف أرسلتهم الكذب أن لهم الحسنا لا جرم أن لهم النار وأن لهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وبما يعرشون ثم كني من كل السمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من قطونها شراب مختلف ألوانهم فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أغذر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفادا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجمرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين يحدهم وأبكه لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يكمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وإلا الغيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينفكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكلا واجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشانها أثاة ومتاع الإلهين والله جعل لكم مما خلق ظلالا واجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث منكم لأمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعسبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء وإذا رأى الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إن رسل ما ضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يخترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نفعك في كل أمة شهيدا على من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وودا ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاءه القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنفضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضت رزلها من بعد قوة أنكازا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضا من أمة إنما يبروكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوب الزوء بما صدفتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو موسى ومؤمن فلنحي إنه حياة طيبة ولنجزي إنهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا طردت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آيته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لساس الذي يلحدون إليه أعجميج وهذا لساس عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أريم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرم وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحفوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الغافرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفورا رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا ضرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبون فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل لغير الله به فمن افطر وغير باغي ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متىهم قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليكم قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله قالتا لله أعفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعوا منه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسانا وإنه في الآكرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتمع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تكفي ضيقهم مما يبكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون